ولو واحد مجروح عم بشاركنا في هاي اللحظات ولو في نص دقيقة أو دقيقة عاوز توجه له رسالة أخي المجروح أولاً لابد أن تدرك أنك ليس وحدك هناك جرحى كثيرون جرحى في بيت أحباه بالزبط بالزبط كده وأعداء الإنسان أهل بيته يعني عشان كده مهم جداً أن ندرك أنه هنا مش عدوة بكره يعني لكن هما اللي هيقوموا وهيتطهدوا واللي هيعطيكم صعوبات في مواجهة ظروف مختلفة عشان كده أحبوهم بادلوا الكراهية بمحبة بادلوا الشر بالخير صلي من أجلهم بالإسم الرب يديكم نصرة ويديكم قدرة على المغفرة واستطاعة للمصالحة مهما كان عليهم دين في حقك وفيش حاجة يسمح أخذ حدي ولا أخذ بالثار إطلاقاً مكتوب لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكاناً للغضب إدي فرصة للآخرين يغضبوا عليك وإدي للرب فرصة أنه مكتوب ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب والرب اللي احنا بنعبده هو إله عادل لا يسمح على الإطلاق أنه يكونش في عادل لأنه بيقول لأنه عادل عند الله أن الذين يجازونكم ضيقاً هؤلاء الذين يجازونكم يعني اللي بيدكم ضيقاً الرب عادل عنده هو يجازيهم ضيقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر